مع حلول العيد يزداد الإقبال من المواطنين والمقيمين على شراء الحلويات بأنواعها ابتهاجا بالعيد ولتقديم الضيافة لرواد دوانياتهم وزوارهم وهناك من يفضلون الحلويات الكويتية التغليدية المعروفة بينما يتجه آخرون لشراء أصناف أخرى وفقا لرقباتهم وللتعرف على توجهات المشترين لشراء حلول العيد والمكسرات التقينا ببائع الحلويات أكثر شيء يأخذون هذا كيكات كيكات معروف كويتي قرسو قيلي درابي الوايد يأخذون هذا رحش رحش 15 هذا ويد يمشي هذا رحش أي وبسكوت رحش أصلا الوايد يأخذون ويأخذون بعد حلويات فلا رحش حلو عمانية هذا 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 حلو عمانية ويد يأخذون هذا ثم يأخذون وزلابية بعد زلابية بعد يأخذون حلويات كويتية هذا درابيل معروف درابيل غرط وغيلي وهذا شخص ما قريبة كويتية ويد يأخذون وسمسمية سمسمية بالدبس ورحش عمشي رحش رحش كويتي أي رحش واجه أكثر من كله حلويات بعد بالكيدوات حلويات تركي سيدافي عندي يوناني إيراني كل الشغلات في حلويات قديمة قديمة والله بس هده لما عندنا شوف تشكيلها موجود هناك وعند بات مشكل هني وللمكسرات عشاق أيضا وقد لاحظنا دخول نكهات جديدة على الكثير من الأنواع بحيث تناسب جميع الأذواق كنكهة الجبن والذرة ونكهات الحارة والبيتزا وغيرها من الأنواع مكسرات فستق اللوز جوز أكثر شيء بعد مشكل موجود في تشكيلها تشكيلها هذول الحلويات بعد حلويات سيدافي عندي إيراني هذول حلويات بالإيدمي الله يسلمك عندي مشكل مشكل كسراب بدون حب حب المشدي حب القرى فستق اللوز كازو هذي لما يمشي زيادة حلويات ومكسرات العيد تزين موائد الكويتيين بأصناف متنوعة وهي إحياء عادة قديمة وأصيلة تعود إلى الماضي فهد زايد لقناة اي تي في العدالة